اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان حديث في هذه الحلقة عن اهمية صعود المسيح الى السماء كتير من الكنائس المسيحية بتحتفل في هذا الاسبوع بصعود يسوع المسيح حي الى السماء وهذا الصعود يعتبر اخر لقاء للمسيح في الجسد على الارض يعني الملك كان عنده زيارة ملكية الى ارضنا لمدة 33 سنة ونصف ومن بعد ما اكمل العمل الكامل صعدة طبعا الى السماء وهو حي خليني اقرأ بعض الايات من سفر اعمال الرسل اصحاح الاول من ايه ستي اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمن والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم وفي مكان يشخصون الى السماء وهو منطلق اذا رجلان قد وقفا بهم بلباس ابيض وقالا ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء وهنا احبائي من هذه الايات بتشوف صعود المسيح اخر لقاء مع التلميذ كان على جبل الزيتون في منطقة بيت عنيا وهناك امام التلميذ صعد يسوع المسيح كما كانت قيامته بالجسد وظهر للتلميذ مدة اربعين يوما اراهم ببرهين حية بقيامته بالجسد وهكذا كانت صعود كان صعود المسيح ايضا بالجسد فبين صعود المسيح ومجيء المسيح ثانية الى نفس المكان او الى نفس البقعة في عمل لكل مؤمن ان نمتلئ من الروح القدس وان نكون شهود هاي خدمتنا بين صعود المسيح وبين مجيء المسيح ثانية فالصعود هو عمل المسيح الاخير وايضا بين عمله على الارض وابتداء عمله في السماء فالمسيح مازال يعمل في السماء على الارض اكمل المسيح عمل الفداء انتصر على الشيطان هزم القبر والموت واعطانا حياة ابدية من خلال قيامته اما عمله يستمر ايضا الى السماء ليكون هو الكل في الكل ولكي يكون باكورة في كل شيء ولكي يكون متقدما في كل شيء طبعا المسيح ما في جاذبية اللي بتمسك يسوع المسيح صعدة امام التلاميذ وهذا برهان ودليل ساطع وجزء من العقيدة المسيحية الايمان المسيحي او قانون الايمان المسيحي نؤمن انه صعدة الى السماء وهذا جزء من العقيدة المسيحية فهو لما صعد الى السماء يعني بكلمات اخرى ترك الزمن الى نطاق خارج الزمن فطبعا عندما نقول السماء ننظر الى فوق لكن خلينا نتذكر انه الارض كروية وهو كوكب يعني من ضمن كواكب عديدة جدا فلا تستطيع ان تحد المسافة لانه الله خارج نطاق هذا الزمن ولكننا نتكلم بلغة مثلا نزل ننظر الى الاسفل صعدة ننظر الى الاعلى لكن المسيح احبائي هو خارج نطاق الزمن في هذا الوقت الحالي وهو موجود في السماء وما زال يعمل لحسابك من اجلك ومن اجلي وراح نخصص حلقة كاملة من المواقع الكتابية انا عم بعمل سلسلة حلقات سميتها يسوع واحدة من هذه الحلقات رح نتكلم باسهاب عن صعود المسيح واسباب صعود يسوع المسيح لكن لانه هذا تأمل صغير انا بحاول بس اشارك سريع بعض النطاق بعض الكلمات القليلة اللي بتعبر عن صعوده الى السماء صعد يسوع الى السماء بالحقيقة ليأخذ مكانة الاصلية مكانة الشرعية مكانه الاصل وهو جاء من السماء الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت الصليب ثم بيتكلم عن التمجيد وعن الرفع وعن الصعود لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب فواضح من هذه الكلمات انه رجع الى السماء بعد ما اكمل العمل الكامل ليأخذ مكانة الاصلية مكانة الشرعية الكاتب الى العبرانين يقول عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمة قدرته بعدما صنع تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا اعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما افضل منهم فهو احبائي اخذ مكانه الشرعي مكللا كما يقول عنه الكاتب الى العبرانين مكللا بالمجد والكرامة بعد ما اكمل العمل وهذه طبعا علامة النصر الكاملة وتكميل العمل الكامل رجع حتى يوخذ مكانته الاصلية كبلك ومكانته الشرعية ايضا شيء تاني احباء لكي يكون رئيس كهنتنا فوتوا على موقع ليكون نور وبتشوفوا حلقات عن هذا الموضوع ولكي يكون وسيط ايضا بين الله والناس يعني بكلمات بسيطة ليتعاطف معنا لكي فعلا لانه فاهم حالتنا فيستطيع ان يتشفع ويستطيع ايضا ان يكون وسيط يعني يعني هو موجود حتى يكون وسيط ومش بس كمان هو موجود في السماء حتى يكون شفيع مكتوب ان اخطأ احد فلنا عند الله الاب شفيع وهذا الشفيع مكتوب عنه كفارة لاجل خطيانا ولاجل كفارة كل خطايا العالم ثم احبائي وجوده في السماء هذا برهان للنصرة كما يقول عنه رسول بولوس فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل المسيح صعد الى السماء حتى يرسل الروح القدس وبعد عشر ايام من صعوده الى السماء في يوم الخمسين ارسل الروح القدس لكي يكون مع الكنيسة خلال كل هذا الزمن حتى الكنيسة لما ترجع لعند الرب يسوع وبيكمل العمل بيجي المسيح وبيوخد كنيسته حتى تكون معه لكن هذا العصر بسموه عصر النعمة الروح القدس هو اللي بيعمل في الكنيسة هو اللي بيبكت هو اللي بيقود هو اللي بيجذب هو اللي بيعلم هو اللي بيعمل هو اللي بيكمل عمل المسيح على الأرض ثم أحبائي صعد يسوع المسيح إلى السماء كما قال في يحنى 14 لأعد لكم مكان ومتى أعددت لكم مكان آتي وأخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا الله بجهز لنا أشياء جميلة جدا للمؤمنين المفديين بعمل دم الرب يسوع المسيح ثم أحبائي صعود المسيح إلى السماء مثل ما قرأنا يعني الملائكة عم تحكي للتلميذ يعني بيقولوا ما بالكم مواقفين تنظرون إلى السماء أن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء ورجعوا لأورشليم إلى العلية وانتظروا حتى يمتلقوا من الروح القدس ويستمروا بعمل المسيح إلى الأرض فالمسيح مش راح يرجع مرة تانية إلا ما يكمل العمل الأول اللي هو عمل الفداء وطبعا بما أنه المسيح صعد إلى السماء إنها علامة أكيدة لصعودنا نحن في يوم من الأيام القبور راح تتفتح والأموات في المسيح سيقومون أولا والمؤمنين راح إحنا كلياتنا نطلع ونتقابل مع يسوع المسيح في السحاب وهذا حبائي بسبب صعود المسيح إلى السماء فأيضا علامة أكيدة إلك وإلي إنه راح نصعد ونكون معاه في كل حين إلى أبد الآبدين اللي بيحتفله في عيد الصعود اليوم كل عام وإنتوا بخير لكن خلينا نتأمل ونفكر في الآيات أو الأفكار اللي حكيتها سريعة إنه نشوف عمل المسيح المتكامل صعد حتى يأخذ مكانته الأصلية صعد حتى يحضر لك مكان صعد إلى السماء حتى يرسل الروح القدس صعد إلى السماء لأنه جاي ثانية فهل أنت مستعد لمجيء المسيح بصلي من كل قلبي إنك تعيش حياة القداسة وإنك تشهد عن الرب يسوع المسيح وإنك تكون جسد يد ورجل وأداة المسيح على الأرض حتى نفوس ترجع وتخلص ونأخذ أكبر عدد ممكن معنا إلى السماء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر